طب الرب ليش أرسلت دينوني بسبب العبادات الوثنية اللي الله حذر منها بسبب الانحلال الأخلاق أنه معظم هذه العبادات كان فيها نوع من اللا أخلاقيات مثلا من شوف في صدوم وعمورة وصل الحال أنه يعني إلى الشزوز الجنسي والتمادي على الله الكبرياء والتمرد والتمادي على فكرة التمادي على الله يا واحدة من أخطر الخطايا وصل هذا التمادي أنه الأشياء اللي حذر منها عم بقدموا أطفالهم لذبائح بقدموا أطفالهم ذبائح للإله مولوك والإله مالكم إله من نحاس تخين شوية مجوف بيعمل إيدي مثل هاي الطريقة وكان بيحموا هذا التمثال اللي هو صنع الإيدي من النحاس بيحموا إلى درجة بيصبح اللون الأحمر من شديد من شدة الاشتعال وبعد ما يكون شدة الاشتعال بيبتدأ بالرقص حول المذبح والبعض بيتعره وبيضرب نفسه بالسيوف والسلاسل على الجسد وبعدها لما بيكون هذا الصخ بالصوت بيحطه الطفل وتخايل أن تكمل ألم صراخ هذا الطفل اللي بيصعد إلى الله هذا الصراخ بيحترق هذا الطفل يتساقط لحمه على الأرض قطعة يد رأس رجل تخايل المنظر عدم الشفقة وعدها يعني نو وندر أنه الله بيؤمر بإبادة شعب كامل مع الحيوانات الكاملة حتى يكون تطهير كاملة من نجاسات ومن رجاسات هذه الأرض ولاحظ لما الله بيتكلم بتشوف هذه الأعداد سواء في سفر اللويين أو في سفر التثنية صحاح 18 18 18 بتشوف نفس التعبير أنه تقذفهم الأرض يعني الأرض نفسها ما عادتش تحتمل خطية البشر فعاوزة ترميهم عن وجههم فكان بالحرق الله القدوس اللي عم بيسمع الصراخ الصراخ الأطفال وعلى فكرة هذه الأطفال اللي بتموت لها السماء لأنه الطفل بريء هذه الحيوانات اللي كانت تستخدم حتى يكون دبائح كلها منجسة فلازم الأرض كلها تتطهر من العبادات الوثنية